طيب هنا مسألة من ضمن الحلول التي تذكر اليوم في حل المشكلات الاقتصادية رفع الدعم أو الضرائب ما حكم هذين أمرين في شريعة إسلامية وهل سميت فرق بينهما؟ نعم يوجد فرق بينهما الضهايب هو أتاوات تفرض على الناس في مقابل خدمات تقدم لهم وهذه الخدمات قد لا تكون متناسبة مع قدر الضريبة الضريبة زيادتها ونقصها لا يعتمد على نوع الخدمة وإنما على الوضع الاقتصالي للبلد فهذه ضرائب والأصل في الضرائب أنها لا تجوز شرعا إلا بالقدر الضروري الذي لا بد منه لأنها أموال الناس الأصل فيها العصمة فعندما تأخذ هذه الضرائب تأخذ لوجود مبررات شرعية صحيحة مقبولة كأن تكون الخدمة المقدمة معادلة لهذه الضريبة أو تكون الدولة تمر بظروف صعبة مع افتراض وجود التسوية ووجود الضرابط الشرعية الأخرى فتفرض ضرائب لإنقاذ الأمة أو للخروج من ذلك المأزق ففي مثل هذه الحالات يجوز شرعا فرض الضرائب أما رفع الدعم فأن توقع الخدمات لها قيمة معلومة ولكن الحكومة أو الدولة من باب رفقها برعاياها تتحمل جزءا من هذه النفقات وبعض الناس يقول الأصل أن ترفع الدعم وأن يحصل الإنسان على المنفعة بقيمتها ويقول هذا ربما أفضل للاقتصاد صحيح هو صحيح من جانب لكن علينا أن ننظر إلى الخلل الواقع أولا يعني هؤلاء الناس لم تصلهم حقوقهم ليسوا في وضع اقتصادي يعني يسمح لهم بذلك فإذا أردت أن تطبق هذا الأمر أولا حسن المستوى الاقتصادي للناس وضعهم في مستوى جيد يجعلهم يقدرون على تغطية هذه المتطلبات أما من هنا وضعهم صعب ومن هنا ترفع عنه الدعم فهذا هي إنما هم ضاحفة الضرر الواقع عليهم نعم أيضا هل هذا الأمر يقال أيضا في الضرائب نعم يقال في الضرائب وإنما أشد يكون فيها نعم وطبعا هذا الكلام نحن لأن لا ننظر حتى لا يفهم كلامنا في سياق دولة أو منطقة نحن لأن لا نتكلم عن أي دولة نحن نتكلم عن الإطار العام عن الضوابط العامة التي يعني إذا روعيت حصل كذا وإن لم تراعى حصل كذا جميل جدا